وأنت أيضاً أعلنت أنه عدد من هذه الحالات فعلاً تم شفاءها وكانت مصابة بالفيروس يعني أنا ما أعرف شلو العلاجات اللي أنتوا استخدمتوها شلو الدواء اللي كان عدكم وكيف تم تماثل هذه الحالات إذا كانت حالات موجبة فعلاً شخصة فيها كورونا بماذا تم شفاءها؟ نعم مثل ما تعرف أستاذ ويعرف الجميع أنه أغلب الفيروسات في أمالها علاج مو مثل البكتيريا المضادات الحيوية تشتغل عليها وخصوصاً أنه هذا فيروس جديد فلحد الآن يعني ما أحد يكتشف العلاج يعني مثل ما يسمونه طباب سبيسيفيك يعني لهذا الفيروس لكنه بالدرجة بالدرجة الأولى نحن ننطي علاجات نسميه علاج تحفظي أو علاج مساند هذا يساعد المريض وبالتالي أنه المناعة الجسم هي اللي راح تقضي على الفيروس وهذا لا يعني أنه العلاجات اللي انطيناها غير فعالة انطينا علاجات وفق بروتوكولات عالمية نحن لدينا طبعاً تنسيق مع منظمة الصحة العالمية وعطيت العلاجات حسب هذا البروتوكول لهذا الفيروس وهناك علاجات أخرى لبعض مثلاً أنه أصيب نسميها يعني عدوة ثانوية بالبكتيريا نعم أيضاً علاج أنتبايتك ومضادات حيوية للبكتيريا قسم منعاتهم محتاجة ودم وعلاجات أخرى قسم منعاتهم محتاجة والأكسجين قسم منهم كبار السين ولديهم أمراض مزمنة علجنا الأمراض المزمنة أيضاً لهم وهناك شيء مهم جداً طبعاً هو الدعم النفسي اللي وفرنا لهؤلاء المرضى كنا ما خليناهم يشعرون أنه هم معزولين عن العالم الخارجي وهم مرضى بمرض خطير وممكن يعني ما يشفون من عنده حتى عايشناهم بأجواء خلينا نقول أنه نسميها عائلية وهذا الشهدوا بهم طبعاً بعد ما طلعوا فهذه كلها يعني ساعدت بشفاهم اللي دخلوا وين من فيه مستشفى الفرات هم سبعة بمختلف الأعمار من ضمنهم كبار سين والحمد لله آخر ستة البارحة طلعوا وبالنتيجة أنه هاني لحد الآن في جهة الكارخ ما عدنا ولا حالة أكو ست حالات مشتبه بها موجودة في مستشفى الفرات الآن وضع أغلبهم جيد جداً عدا أحد النساء كانت في إيران ومتمرضة واجتنا خلينا نقول أنه بعد ما دقها المرض مثل ما يقولون أهنه لا زالت يعني النتاج المختبرية مطلعت بالنسبة إلها يعني بعد ما متأكدين أنه هي حالة فيروس كورونا لولا ووضحها كان صعب ومحرج وأني على تواصل مع الطبيب المعالج المباشر وأيضاً مع مدير المستشفى قبل لاجل استوديو طمنوني أنه وضحها رجع شبه طبيعي سواء كانت حالة فيروس كورونا أو غيره فهي الحمد لله وضحها مطمئة لحد الآن اشتركوا في القناة